الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد في صفحة في الفيسبوك أو عدة صفحات منها صفحة باسم مقاطع الشيخ مزم الفقيري وعمل في الشعار بتاعه صاحب الصفحة مزم الفقيري وهو بيكتب باسمي أشياء تخالف الشريعة الإسلامية وتخالف المصالح والمفاسد التي قامت عليها جميع الشريعة الإسلامية فالعجيب أنه بيكتب باسمي أنا وبعض الناس كانوا بيقولوا أنه مزم الفقيري هو بيكتب في الصفحة دي أنا أولا ما قعد أكتب لا في الصفحة دي ولا في أي صفحة من صفحات الفيسبوك ما حصل منذ أن ولدتني أمي إلى يوم هذا ما حصل أبدا كتبت حرفا واحدا في الفيسبوك حتى في أشياء أنا بكتبها على الواتساب وبكلف بعض الشباب الذين أثقوا فيهم إنهم ينشروها في فيسبوك ولا غير ولا غير ولا غير لكن أنا ما بكتب في فيسبوك أبدا ولا أعرف الطريقة اللي بكتبها في الفيسبوك فكل هذه الصفحات وبالزات صفحات مقاطع الشيخ مزم الفقيري دي أنا ما قعد أكتب فيها ولا لي علاقة بها أصلا لا من قريب ولا من بعيد ولا أظن الشخص القائم على الصفحة دي سلف أصلا لأنه كثير من الإخوة ما رقوا منه ونصحوه كده للمفاسد اللي بيرتكبه ويفعله في صفحة دي بيسمنا نحن وهو مصر أن يأتي بهذه المفاسد وكأن قصده أن يسيء إلى الدعوة السلفية وإلى أهلها فنسأل الله عز وجل أن يعامله بما يستحق فأنا ما عنده علاقة بهذا الأمر والله على ما نقول شهيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم